اهلا وسهلا بكم في اخبار جيمز تو ايجيبت جزء جديد من لعبة انشارتد هل ممكن لعبة يتم تطوير الجزء التاني بتاعها قبل الجزء الاولاني؟ تسريبات جديدة عن ريزرينت ايفل 4 ريميك ويتشر فور في الطريق واخبار تانية كتير هتشوفوها في الفيديو معاكم كينج من جيمز تو ايجيبت ويلا اول خبر معنا عن سايبر بنك سيل من التقييمات الايجابية للعبة واضح ان ستوديو سيدي بروجيكت ريد واصخ من قدراته على الاستمرار في تحسن تجربة سايبر بنك خاصة مع تصريحات ادم كيتشينسكي اللي اكد انه واصخ من ان اللعبة في نهاية المطاف هتكون لعبة كويسة جدا جدا وهتستمر في البيع لسنوات طويلة مع لهم ان اللعبة حاليا بتنهال عليها التقييمات الايجابية على ستييم بناء على تجربة كتير للعبة على منصات الجيل السابق في بلايستاشن فور وبردو الاكشبوكس وان ان هي فعلا بدأت تتحسن من معدل الاداء بصورة كبيرة عن يوم الاطلاق وما فيه شك ان المجهود اللي عمله سيدي بروجيكت ريد في تحسين لعبة سايبر بروجيكت تونتي سيفن من بعد اصدار اللعبة بصورة ما كانتش مقبولة للبعض فعليا حسن من تقريبا كل الجوانب السلبية اللي عانت منها اللعبة في الاول وهلالفترة الحالية بتشهد سايبر بروجيكت تونتي سيفن سيول من التقييمات الايجابية على متجر ستييم بمجمل تقييمات اكتر من ربمية الف تقييم لحد دلوقتي وممكن تشوف التقييمات على متجر ستييم بنفسه جزء جديد لعبة انشارتد قايد التطوير تقدر تقول ان سلسلة العاب انشارتد ساهمت بشكل كبير جدا في سمعة منصات سوني خلال العشر سين اللي فاتوا ولو كنت من اشواء السلسلة فيه اشعاعات كتير الفترة دي بتقول ان الجزء الخامس من سلسلة العاب انشارتد بيتم العمل على تطويره حاليا من ستوديو نالتي دوغ وهيكون اكيد حصرية جديدة للبلاي ستيشن 5 هل ممكن اللعبة يتم تطوير الجزء الثاني بتاعها الاولاني؟ في الطبيعي ماينفعش بس دلوقتي حصن الجزء الثاني من لعبة اوتر وولد كان تحت التطوير قبل اصدار الجزء الاولاني من اللعبة من المعتاد ان اي مطور العاب بيخلص تطوير الجزء الاولاني من اللعبة ويستنى شوية من بعد اصداره يجمع له شوية فيدباكس حلوة وشوية ارباح حلوة وبعدها بيبدأ في تطوير الجزء الثاني بس الواضح ان استوديو Obsidian Entertainment بدأ فعليا في تطوير The Outer Worlds 2 في سبتمبر سنة 2019 مع الرغم ان اصدار الجزء الاول فعليا كان في اكتوبر من نفس السنة واحتمال اصدار اللعبة سنة 2023 غالبا حصريا على منصات مايكروسوفت والبي سي معلومات جديدة عن Witcher 4 بداية العمل على تطوير الجزء الجديد من سلسلة ألعاب Witcher الأستورية بعد تصريح آدم كيتشانسكي المدير التنفيذي لستوديو التطوير CD Projekt Red ان بداية تطوير الجزء الجديد من سلسلة الألعاب Witcher هتكون مع بدايات العام 2022 اللي جاي ومع الرغم ان المعلومة مش جديدة بس قبل كده كانت مقرد اشعة ودلوقتي بقى خبر اكيد نروح لخبر طريف بعنوان The RTX and Furious وأغرب عملية سرقة وهيست حصلت مؤخرا أعلى المدير إنتاج لشركة EVGA ان فيه شاحنة نقل اتعرضت لعملية سرقة وسرقة غريبة جدا ان عربية النقل دي كانت بتنقل كميات كبيرة جدا من كروت الشاشة من فئة RTX 30 فتخيلوا ان الشاحنة دي بتتعرض للسرقة باسلوب شبيه بالظبط الأفلام Fast & Furious حاولت ان انا ادور على الفيديو للحادثة دي بس مال اتشي بس كنت اتمنى ان انا انضم من فريق الهايست للأسس عشان اعرف اخد لي كارتين كروت RTX 30 لعبة سرية للغاية من الستوديو المطور لسلسلة Gears of War بحسب الاعلاني جيز كوردن مطور سلسلة الععاب Gears of War الغنائية عن التعريف شغال حاليا في تطوير لعبتين جوداد اش لعبة وعدة؟ غالبا واحدة منهم الجلوس الجديد لسلسلة Gears والتاني عنوان جديد تماما تماما ومحطوط في وضع سري للغاية خلال الايام اللي فاتت ظهرت اشاعات عن تقرير جزء جديد من سلسلة ألعاب بايو شاك العنية عن التعريف والمفترض ان الاعلان عنها هيبقى خلال 2022 بعنوان بايو شاك اسوليشن واللعبة بيتم تطويرها باستخدام محرك أنريل انجي 5 لمنصات الجلي جديد بلاي ستشن 5 والإكس بوك سيروس اكس والبي سي نروح للعبة المفضلة وتسريب جديد للعبة ريزرنت ايميل 4 ريمايك مع كل تسريب لذب ديمايك الخاص بلاعبة ريزرنت ايميل 4 بتأكد انها مجرد مسألة وقت قبل الإعلان الرسمي عن اللعبة والمراضي تسريب الكونسب ديزاين الخاص بشخصية ألبرت ويسكروف مع اعتمالية ان اللعبة هتكون شبه عالم مفتوح وهتبقى حصرية مؤقتة للبلاي ستشن 5 وغالبا المدة دي بتبقى سنة زي ما حصل بالزبط مع فاينال فانتسي 7 ريمايك الشيترز خربينها في لعبة هيلو انفينت المالتيبلير جرت العدد في معظم أنعاب المالتيبلير اننا نشوف بعض اللاعبين بيحاولوا انهم ما يكونوا أفضل من غيرهم باستخدام الهاتس او برامج الترينرز على مراسل البيسي ومؤخرا على مواقع السوشيال ميديا شهد العديد من لعابي نظام اللعب الجماعي للاعبة هيلو انفينت المالتيبلير اللي بيطلبوا بوضع خيار وقفة خاصية الكروس بلاي مع البيسي بسبب الاستخدام لعيبة البيسي الهاكس وطلبوا كده لحد ما يكون فيه حماية فعالة ضد الغش في اللابة طبعا فريق البيسي ماستر ريس مايفاعش حد يهزر معهم السويتش بيسيطر السويتش بيسيطر على مبيعات الألعاب خلال البلاك فرايدي اللي فات وتحديدا في بريطانيا من الواضح أن مبيعات نينتندو سويتش بتتفوق على مبيعات منصات الجيل الحالي على الأقل في بريطانيا لأن بناءا على التقارير صادرة من مراكز الأبحاث ولما قلت الخبر ده فعلا صدق أو لا تصدق أن فيه مراكز أبحاث لمبيعات ألعاب الفيديو بتقول أن مبيعات النينتندو سويتش خلال البلاك فرايدي في بريطانيا تصدرت بفارق كبير جدا جدا عن مبيعات منصات الجيل الحالي من نينتندو لسوني وبرائة اختراع جديدة لسوني مبارح ظهرت أخبار عن برائة اختراع سجلتها سوني بتصميم كنترولر شبيه لكنترولر البلاي ستيشن فور بالزبط بس المرات دي مخصص للمبيعات مع العلم أن سوني كانت صرحت قبل كده أن هي ناوية تحول بعض ألعاب عقصرية زي أنشارتد وجادو فور يبقوا على الموبايل ودهب في المستقبل القراهب جدا 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 ألف مبروك جالك بان 8000 سنة أكبر مدة بان في تاريخ الألعاب حصلت وحصلت في لعبة فورزا هورايزين 5 تخيلين في لعبة عربيات وأغرب حالتين إيقاف حسابات اللاعبين في التاريخ في رؤية الحالي واللي أكد الحبر ده لاعب باسم All Things Racing إن واحد صاحبه اتوقف حسابه على فورزا هورايزين 5 لحد 31 ديسمبر 9999 فربنا يدي طولة العمر لأحفاد أحفاد أحفادك لأنه نشر الصور غير لائقة جوا اللعبة والتاني فتم وقف حسابه لمدة 8000 سنة بس بسبب إنه حط صور زعيم كوريا الشمالية على شكل كولونت ساندرز المعروف إنه شعار ده جاك كينتاكي فإنت حظك حلو إنه جالك بان 8000 سنة وما جالكش رئيس كوريا بـ RPG فجارك موليكم إنتم بنتعلم دعنا نروح لأصحاب خدمة البلاي ستيشن بلس قيمة أعب بلس المجانية لشهر ديسمبر أعلنت شركة سوني رسمياً الأيام اللي فاتت عن قائمة ألعاب المجانية لشهر ديسمبر 2021 وهتكون لعبة تتوفر للمشتركين على البلاي ستيشن فور والبلاي ستيشن فاير ولعبة لجو دي سي سوبر فلانس هتتوفر لأصحاب البلاي ستيشن فور أما عن الهيدن جيم لعبة هتتوفر للمشتركين على البلاي ستيشن فور والألعاب دي هتبقى متوفرة من 7 ديسمبر يوم الثلاثة اللي جاي والحد 3 يناير 2022 أخيراً في خبر حلو جداً جداً ألعاب نينتندو في الطريق للبي سي في خبر أسعدني جداً بحف أن أنا بي سي جيمير أن شركة نينتندو هتبدأ تركز أنها تتوجه ألعابها للبي سي أخيراً في الوقت الحالي في تستريبات مصدر هنفيديا جي فورس بتقول أن ألعاب سوبر ماريو برازرز ونسخة الوي ولعبة رابدس كينجدون باتل في الطريق للحاسب الشخصي بي سي وده ممكن يكون فعلاً بداية إصدار ألعاب نينتندو بصورة رسمية على البي سي فمبروك لأصحاب البي سي لو الخبر ده فعلاً يتأكد أن احنا هنشوف ألعاب ظريفة جداً جداً في الطريق للبي سي إن شاء الله بكده نكون خلصنا نشرة أسبوعية إيه الأخبار اللي شدتكم؟ باب النقاش مفتوح في الكومنتات؟ متمنى يكون الفيديو عجبكم وماذا تنسوشوا اللايك والسابسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان يجيلكم مننا كل جديد وفي الديسكريبشن هتلاقوا موقع ستورز جيمز تو إيجيبت ورابط صفحاتنا على السوشيال ميديا كان معكم كينج من جيمز تو إيجيبت سلام ترجمة نانسي قنقر يا 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 يا